بسم الله الرحمن الرحيم يا سين بالقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوبا ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلقهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجل كذيب إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم اتنين فكذبوهما فعسسنا بثالث فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجبنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرر وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من وجونه آلهة إن يردني الرحمن بظل لا تغني عني شفاعتهم شيئا شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلام مبين إني آمنت بربكم فاسمعوني لدخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما وفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قطيه من بعده من جمد من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا معورون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حفبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأسواج كلها بما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه الندار فإذا هم مظلمون والشمس تجني لمستخل لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه مناسل حتى عادك الأرجون الخليم للشمس ينبغي لها أن تددك القمر ونالليل سابق النهار وكل في فلك يسبعون وآية لهم أننا حببنا ذنيتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغذرهم فلا صريخ له ولا ينقضون إلا رحمة منا ومتارا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معدقين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا قال الذين كفروا قال الذين آمنوا وإذا تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون وإذا قلعون توصية ولا لنا أهمهم يرجعون ونفق في الصون فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرخدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تغلب نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أسواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم في غافاك هتوغ لهم ما يتعون سلام لخخ لهم من رب رحيم هو امتاز اليوم أيها المجدمون ألن أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطون إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا شراط مستقيم ولقد أظلمكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جغنم التي كنتم توعدون إصلوا اليوم بما كنتم تكفرون كاليوم نخدم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء نطمسنا على أعينهم فاستبقوا الشراط فأنا يبصرون ولو نشاء نمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق فلا يعقلون وما علمنا مشعر وما ينبغي لهن وإلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويعقى القول على الكافرين أم لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أجعابا فظلها مالكون وذللناها لهم فمن غار كوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشار وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصره وهم لهم جهد محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإلا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال بأن يحيي العظام وهي ربيم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة هو خبت لخلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخرى نارا فإذا أنتم منه تعقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بخاضر ولا أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إلا ما ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة